اللي أعتقد كان هناك راكل الجزاء صح لا لم تحتسب راكل الجزاء يعني احتسبت بالخطأ وكان الفار كان يجب كابتن الإسلام كان الفار يجب ان هو يجب الحكم هل الأحمد الغندور اللي احنا بنشيد به ما عندكش لقطة واضحة وعشان كده عملت كنفير مع مقر الحكم ولا هل الامور كانت ماشية ازاي من وجهة نظري كابتن عادل ما راحش كابتن محمد ما راحش بس وهو لا هم ما استدعهوش يعني أحمد الغندور ما استدعاش محمد عادل في هذه الحالة لكن أنا من وجهة نظري لما يطلع رئيس لجن الحكام يقول أن الخطأ تم احتسبه على لمسة اليد والحكم يطلع يقول حاجة غريبة جدا إن دي دي مشكلة كبيرة جدا 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 وده يديك إن فيه عدم انتباط عدم انتباط لأن لا يجب على الحكم إطلاقا مهما كانت الظروف أنا معلق باج الفيفا أنا باتبع الفيفا حتى لو جاء للتعليمات إن أنا أطلع أدي تسريح أنا مش حكم صغير أنا حكم كبير طيب أنا عايز بس أقول لحضراتكم حاجة وده سؤال أنا حسأله مش أنا اللي حجاوب عليه على كابتن ناصر ولكن هو سؤال وهخليه بقى في زهن حضراتكم كده لغاية لما نقدر نجاوب على هذا السؤال كابتن محمد عادل لما جاله التليفون كان بيتكلم من تليفون مين كابتن محمد عادل لما استضافوا كابتن شوبير فكلموا في التليفون طيب هو كابتن شوبير كلمه على أول إعداد عند كابتن شوبير كلموا كابتن محمد عادل على تليفون مين وهو اللي اداله التليفون ده سؤال ويعني بالنسبة لي علامة استفاة تفضل لكابتن ناصر